احنا زي ما كنت بقول لحضراتكم كده الموضوع الحاضر على الطاولة وسيظل حاضراً إلى أن احنا نحصل على دولتنا المستقلة في فلسطين هو إزاي نقدر نوصل لسلام وحل معانا داخل الستوديو منورنا دكتور طارق فامي أستاذ العلوم السياسية ومحللنا السياسي الكندين منورنا دكتور نورك ستناقل حبيبي بنا خليك ستناقل صديق العزيز دكتور أسامة شعث أستاذ العلوم والعلاقات الدولية منورنا إيه الأخبار وصديق حبيبي تسلم سعد النائب العزيز يمكن هستأذن في أنه هبدأ بدكتور طارق فامي على أنا كنت من فترة بفكر بصوت عالي دايماً في سيناريوهات مدى بعد يعني ده دي أفتر تمورو إلا أنه هذه الحكومة المتوحشة المتطرفة المتشددة لهذا الاحتلال مش مدي لي فرصة أن أنا أفكر في سيناريوهات لإزاي نقدر نوصل لحل الدولتين فأصبحت أفكر دلوقتي إيه هي السيناريوهات اللي تمكنني من إقرار وقف إطلاق نار يعني شوفه طبعاً سؤال حضرتك شائل جداً لأنه إحنا ممكن نرسم السيناريوهات الواقعية وليست اللي فيها بناء هندسي يعني أنت بنسمع سيناريوهات نظرية كتير عملناها في مصر من سنوات طويلة ممكن دكتور أسامة شارك معنا كتير في الحاجات دي طوال سنوات ماضية في مراحل كنا بنرسم في إطار هندسي إن إحنا السيناريو بالإطار الزمني بما يعني يحمله كل سيناريو من مزايا لهدف في النهاية هو إقامة دولة فلسطينية عصمة القدس وبالتالي الحديث عن المرجعيات والأسس مهمة جداً نقطة من أول السطر النهاردة حرب غزة ستطرح بطبيعة الحال رؤى وسيناريوهات مختلفة سياتنا ولازم نكون وقعين ونحن نتحدث في هذا السيناريو مش السيناريو الوردي إنما السيناريوهات الأخرى المتعلقة بالواقع نحن أمام حكومة إسرائيلية جاءت هذه الحكومة قبل الحرب طبعاً بتشكيل مكوناتها لحسم الصراع وليس إدارته يعني حسم الصراع بمعنى إيه؟ إنه لا إدارة للصراع وإنما حسم الصراع الجزء اللي هو حاصل في الضفة الغربية والإجراءات في مدينة القدس والاستمرار والإمعان في المخطط الشيطاني هدفه هو حسم الصراع وليس إدارة الصراع أنا مش عايز أكون صادم بس أنا بنطلق من نقطة مهمة جداً للوصول اللي أنا حاولها وبالتالي هذه الحكومة أنا مع حضرتك يا مينية ومتطرفة وكل الإجراءات والوصف اللي احنا بنقوله لكن نحن متراقبين جيداً ومراقبين عن قرب وعن بعد ليه ما تكون بهذه الحكومة سات النائب الحكومة الإسرائيلية قبل المواجهة بتخطط في القدس إلى محول وجود الفلسطيني في مدينة القدس وطبعاً هناك خطة كتيرة حدك عرفها 20-50 وكان قبلها خطة 20-20 والتهويد والأمور بقى الخاصة بالسطن وكذا بعد أن بدأت المواجهة وتغيير قواعد الاشتباك أصبح هناك نقطة من أول السطر اللي حصل فيه 7 أكتوبر دي تغيير قواعد اشتباك بمعنى الكلمة بعيد بقى عن الكلام الضخم القواعد اشتباك تغيرت البعد السايكولوجي فيه الصراع اتنقل لمرحلة أخرى أنت أمام تحولات مفصلية وخطيرة بالنسبة للجانب الإسرائيلي مش للفلسطيني وبالتالي أصبح للجانب الإسرائيلي نحن اللي كان يقولك العبارة نحن والأغيار نهاردة بقى بيتكلم في حاجة تانية الإمعان في استخدام القوة بهذه الصورة مش غزة هي قضية نفي الآخر أنه لا وجود لهذا الآخر معي وبالتالي هيصبح الحديث عن أنه لابد من نزع سلاح حماس والمقاومة الفلسطينية ومحاولة كل السيناريوهات الصفرية اللي حضرتك سامحا طبعا هتتكلم في الترانسفير والترحيل والتهجير والتسكين والمشروعات كل ده موجود في الفكر السهوني من سنوات طويلة بالمناسبة وطبعا الكلام على قطاع غزة قطاع جهنم وقطاع كذا كل ده كلام نحن عشنا لكن في مراحل معينة كانت مطروحة شكرا للمشاهدة